في يوم القضاء العراقي تجديد على تطبيق القانون بعيدا عن التأثيرات ودعوات لإبعاده عن الحزبية أو الحزبية والفئوية بغياب رئيس له البرلمان يستانف جلساته حصم المرشح رهن بالتوافقات والمجالس المحلية تستعد للالتئام ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي مقتل واحد وعشرين جندي في غزة وسلسلة غارات أمريكية على اليمن أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة الرابع وإلى التفاصيل حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فإغزيدان نايمان القضاء بمبدأ سيادة القانون هو الذي حفظ أمن وسلامة ووحدة العراق وقال زيدان خلال احتفالية يوم القضاء العراقية أن إدراك القضاء لأهمية دوره في إقامة العدل أسهم في تجاوز التحديات إن إيمان قضاء العراق بأهمية مبدأ سيادة القانون هو الذي حفظ أمن وسلامة ووحدة العراق ومصالحه رغم صعوبة المهمة خاصة وأن البعض يقيم قرارات القضاء على وفق منظار المصلحة الخاصة سواء كانت الشخصية أو الحزبية أو الفئوية لكن مع ذلك ورغم التحديات الكثيرة التي جابهتنا فإن إدراكنا لأهمية دورنا في إقامة العدل بما نحمل من مبادئ وقيم قضائية جعلنا ننجح في تجاوز هذه الصعاب والتحديات وبهذه المناسبة نعاهد أبناء شعبنا بأننا سوف نبقى عند حسن الظن ونطبق الدستور والقانون بحياد ونقف على مسافة واحدة من جميع المتقاضين أيًا كانت خلفياتهم وهذه أمانة في أعناقنا وقضاء العراق كما أهدناهم دوماً أهلاً لهذه الأمانة كما وأشار إلى أن استقلال القضاء دفع بالسلطة القضائية إلى الاستمرار في تطوير نظامها وتطبيق القانون بعيداً عن كل تأثيرات إن استقلال القضاء الحقيقي في العراق والذي بدأت مسيرته تتحقق تدريجياً بعد تغيير النظام السياسي في سنة 2003 واكتبلت في 23 كانون الثاني سنة 2017 بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 يعد المنجز الأهم الذي كنا نحلم به بوصفنا قضاء ذلك إن هاجس القضاء دوماً عند إداء عملهم هو تطبيق القانون بعيداً عن أي تأثير من أي جهة كانت وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالاستقلال الحقيقي للقضاء والذي تحقق لنا فعلاً على أرض الواقع وليس بمجرد كلمات كتبت في الدستور أو القانون ونقول ذلك ونحن مرفوعي الرأس وواثقين مما نقول وواقع الأحداث ودور القضاء فيها بمختلف الإختصاصات يستنف مجلس النواب جلسات الاعطيادية السبت المقبلة دائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ذكرتنا رئاسة البيت التشرعي ستعقد اجتماعات منتظمة مع اللجان النيابية لبحث العديد من الملفات السياسية فضلاً عن العديد من القوانين المهمة حيث يأتي بغياب التوافق السياسي حول مرشح رئاسة البرلمان الجديدة كشف النائب سجاد سالم عن توجه الإطار التنسيقي لتغيير جميع المحافظين سالم في حديث لبرنامج من جهة الرابعة وضح أن ما يشاع الآن مجرد تكهنات ولا يوجد أي اتفاق فعلي حول تشكيل المجالس واختيار المحافظين أعتقد بأنه أوضاع المحافظين جميعاً يعني رافض الأطار التنسيقي بأنه التجديد لهم يعني ظاهرة ما يرغب بأنه تزداد وتنمو ظاهرة المحافظين أكثر الشيء المشكلة بأنه الأطار ما رسم الملامح الأولية في أنه كيف يتفاهم ومع من يتفاهم هل يتفاهم تحالف طولي يعني من بغداد وينزل ويتقسم على جميع المحافظات أو كل محافظة إلى وضعها الخاص أنتخابياً فهذا ما واضح عند الإطار التنسيقي إلى غاية الآن يعني هذا ما أعتقد بأنه مبكر على هذا القرار ولكن أنا في رؤيتي اللي طرحت ورأيي الشخصي هذا أشوف بأنه قضايا مجلس المحافظة هي قضايا خدمية أكثر من القضايا رجحت كتلة صادقون النيابية عقد أولى جلسات المجالس المحلية في المحافظة الأسبوع المقبل وقالت الكتلة أن العملية ستتم وفق الأطر القانونية عن طريق تصديق محاكم الاستيناف على عضوية الأضاء الفائزين وإتمام اليمين الدستورية مضيفة أن المدة القانونية تنص على عقد الجلسة الأولى بغضون 15 يوم من تاريخ المصادقة الرسمية ليتم بعدها التصويت على اختيار رئيس مجلس المحافظة عقب المصادقة على نتائج الانتخابية ينص القانون على نعيقاد المجالس المحلية الجديدة لاختيار المحافظة التئام ربما لم يؤثر كثيرا الجدل في الوصول إليه لكن المعطيات تثير إلى حضوره القوية في مخرجات هذا الانعيقات بوقت لا يتجاوز 15 يوما وتعقد أول جلسة لمجلس المحافظة هذا ما حدده القانون لتشكيل مجالس المحافظات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لاختيار رئيس المجلس ونائبها وبعدها يفتح باب الترشح لمنصب المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات مجالس المحافظات خلال 15 يوما يفترض أن يقوم المحافظة بدعوة مجلس المحافظة المنتخب للاجتماع خلال هذه الـ 15 يوم يجتمع مجلس المحافظة برئاسة العضو الأكبر سنة ليتم خلال اختيار رئيس المجلس ونائبه ثم المحافظ ونائبه ونائبه أيضا لا خلاف سياسيا في هذه المرحلة سيعقد عملية تشكيل الحكومات المحلية يفسير مراقبون بعد الاتفاق الموجود بين غالبية الأحزاب على سهولة توزيع المناصب والاستحقاقات وتحديدا عند الإطار التنسيقي المسيطر على القرار السياسي في المحافظات وبالنسبة كبيرة خصوصا في الوسط والجنوب لكل المؤطيات والمؤشرات تشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين لا يختلف عن كل الحكومات المحلية السابقة بالتالي الكتل حتى ربما الخاصرة ستحصل على مناصب تنفيذية كمحافظة أو نائب محافظة أو رئيس مجلس نعتقد اختيار المحافظين لم يكن دقيقا وإنما سيكون توافقيا بين القوى السياسية المتحالفة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات بقي الأمر متعلقا بالتزام الأحزاب السياسية جميعا بالتوقيتات القانونية لتشكيل مجالس المحافظات وبأسرع مدة محددة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة بفعل تسريبات صادرة من خلف كواليس المباحثات السياسية حول تشكيل مجلس محافظة نينوى تتراجع حدة التوتر بعد أن وردت الانباء حول الإبقاء على المحافظة الحالية في منصبه أنباء حولت معها بوصلة الصراع إلى منصب رئاسة المجلس المحلية عمر قاسم يتحدث عن هذه التفاصيل انخفضت وتيرة الصراع على منصب المحافظ في نينوى بعد وصول الكتل السياسية إلى توافق على إبقاء عبدالقادر الدخيل المحافظ الحالي في المنصب هكذا يدور الحديث في الأروقة السياسية ولا سيما أن الانتخابات الأخيرة لم تفرس كتلتان تتسيد القرار منفردتان بعدد مقاعدها هناك بوادر على إبقاء السيد عبدالقادر الدخيل كمحافظ لنينوى في هذه المرحلة التي يراها الجميع أنها مرحلة صعبة جدا وخصوصا في البنى التحتية التي بدأ السيد الدخيل بالتعرك سريعا لإنجاز هذه المشاريع وتتجه بوصلة الصراع نحو رئاسة المجلس المحلي بين كتل الإطار التنسيقي وأحزاب تحاول الاعتلاف من أجل القبض على منصب الرئيس في محاولة لقلب طاولة على العرف السياسي والذي لطالما منح رئاسة المجلس للديمقراط الكردستاني ولسيما بأنه لم يحرز هذه المرة سوى أربعة مقاعد هناك أحزاب كانت لديها مقاعد أكثر اليوم قلت عدد هذه المقاعد لدى هذه الأحزاب في المستقبل القريب نرى أن هناك تغيير بواقع عدد المقاعد في محافظة نينوى وهذا التغيير أكيد سيغير من عدد من المناصب ومنها رئاسة مجلس محافظة نينوى صراع اليوم في محافظة نينوى وليس على مصر محافظة نينوى وإنما على رئاسة مجلس المحافظة ربما هناك أحزاب في بغداد تقدم تنازلات في سبيل الحصول على مناصب في محافظة نينوى رئاسة المجلس ربما تكون لأحزاب أخرى غير الأحزاب كما حصل في الحكومات السابقة غير الأحزاب الكردية ويقول مراقبون بأن التفاهمات السياسية في العاصمة بغداد هي من ستحسم الجدل حول ذهاب رئاسة المجلس إلى كتلة معينة بعد تقديمها تنازلات لأحزاب أخرى بعيدا عن محافظة نينوى من الموصل عمر القاسم الرابعة أكد رئيس تيجار الحكم عمار الحكيم مهمية إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وأشار الحكيم خلال لقائه السفيرة الأمريكية في بغداد إلى أن داعش لم يعد يشكل تهديدا عسكريا بل هو تهديد أمني محدود خاصة بعد خسارة حاضنته الاجتماعية الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة إلى قوات التحالف الدولية في البلاد جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعراج عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي دولة العراج وخلال استقباله رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كولن شدد على أهمية تنامي وتطوير العلاقة بين بغداد وأنقرة وفق مبدأ الاخترام المتبادل للسيادة من جهته أكد كولن أن بلاده تنظر إلى وحدة أراضي العراق وسيادته مثلما تنظر إلى وحدة وسيادة تركيا ردت حكومة وقليم كردستان على تصريح الوزارة الخارجية الإيرانية حول وجود مقرات إسرائيلية في مدينة أربيل معتبرة الهجوم جريمة بحق المواطنين المدنيين المتحدث باسم الحكومة بيشو هورامي في بيان أشار إلى عدم إمكانية التخطية على هذه الجريمة بالأخبار المضللة وفبركة الصور وأن رواية الإيرانية لن تنطل على الرأي العام العراقي والإيراني والإقليمي مجددا التأكيد على أن القصف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق ومبادئ الجيرة والأعراف والاتفاقات الدولية زيارات مكوكية يجريها وفد الحكومة الاتحادية في أربيل بدأت منذ الساعات الأولى للقصف الإيراني على المحافظة أجندات هذه الزيارات وترحيب الإقليم بها نتابعها مع مراسلنا هناك أبو طالب البحية تدخل الآن اللجنة المكلفة من قبل البرلمان العراقي بشؤون التقصي والتحقيق بالمكان الذي تم استهدافه من قبل الصواريخ الباليستية الإيرانية هذه اللجنة والتي وصلت الآن إلى أربيل هي لجنة مؤلفة من لجنتين الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية البرلمانيتين وهذه اللجنة مكلفة الآن بدراسة واستقصاء حيثيات هذا الاستهداف وتقديم تقرير لصالح رئاسة البرلمان ومن ثم إلى مجلس الوزراء حول ما جرى هنا ترحيب واضح من قبل السلطات السياسية والبرلمانية والأمنية في إقليم كردستان لخطوات بغداد الأمنية والبرلمانية الخاصة بالكشف والتحقيق عن ملابسات الاستهداف الإيراني في أربيل الأسبوع المنصرم طبعاً اللجنة التحقيقية المشكلة أو أي طرف آخر حتى على المستوى الدولي يعني أبوابنا مفتوحة نحن طالب تحقيق يعني محايت ليبين الحقائق كما حضرتك شفت الموقع هناك يعني دمار شامل لعائلة وهذا يعني لا يؤكد أو لا يعني هالإدعاءات اللي صارت بشأن وجود بعض المقرات أو بعض الثكانات هذا لا أساس له من الصحة الهدف من الزيارات البغدادية المتعددة إلى أربيل لا يقتصر على تقديم الرؤى والمشاهدات والتقديرات إنما يعده المراقبون دعماً لسيادة الإقليم ما يعني سيادة العراق أعتقد هذه اللجان نوعاً ما نستطيع أن نسميها بأنه اللجان مهمة للتقصي وفحص المكان بصورة جيدة والاطلاع على حيثيات المكان والإدعاءات التي أطلقت سابقاً بأن هناك هذا مقر للموساد الإسرائيلي أعتقد أن هذه اللجنة ستصل لنتيجة قطعية بأن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وهي مجرد بروبوغاندا إعلامية وسياسية تمارس ضد حكومة تقليم كردستان وفي الوقت الذي تطالب به القوى السياسية والشعبية هنا إلى وضع حد للخروقات المختلفة التي تتعرض لها الأراضي العراقية فإنه ما حدث في أربيل ساهم بشكل فعال بتوحيد هذه الأصوات متماشية مع الخطاب الحكومي بهذا الشأن من أربيل أبو طالب البحية الرابعة أحبطت قوات الحجر الشعبي عملية انتحارية استهدفت أحد مقراتها في محافظة صلاح الدين مصدر في أمن الحجر الرابعة ذكر أن الإرهابية حاول اقتحام المقر وتفجير نفسه بحزام ناسف في مدينة تكريت ومضيفا أن القوة تمكنت من قتله في الحال قبل الوصول إلى هدفه نفت خليجة الإعلام الأمني تعرض مقر للجيش العراقي في بغداد للقصف بيان للخليجة ذكر أن حريقا ناشب نتيجة حادث عرضي لمستودع صغير في لواء المشاة 22 قرب أحد الكارفانات داخل أحد المقرات حيث تمت سيطرة على الحريق وتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث لا تزال المناطق المتنازع عليها تشكل جوهر خلاف ممتد وعميق بين المركز والإقليم فطموح أربيل بيعادة البشمرقة لتلك المناطق يواجه إصرار من بغداد على إيقاف جرف أو جرف تلك المناطق ديمغرافيا فيما يبقى الملف الأمني هناك رهينة للتخلخل في العلاقة بين الطرفين لطالما شكلت عودة البشمرقة إلى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كاركوكا أحد الأوراق البينية التي تدفع بها القوى الكردية على طاولة الحوارات مع المركز والتي أخذت وطيرة تصاعدية بعد نتائج الانتخابات في المحافظة والمساعي لعادة النفوذ في هذه المناطق لكن كيفية إدارة الدولة خلال المرحلة القادمة ستنعكس في صورة مباشرة على اتلافات أو تشكيلات مجالس المحافظات القادمة ومن ضمنها كاركوك يعني عادة البشمرقة مسألة النفط والغاز الآبار المستخرجة أو الآبار التي سيتم اكتشافها كلها ستكون حاضرة أخذين بنظر الاعتبار أيضا أن الكتلة السياسية وصلت إلى مرحلة في الوضوح في سلوك القوى السياسية من سواء على مستوى ثقة أو على مستوى اتفاقات مكتوبة وموقع مساعنا قابلتها الأوسط السياسية برفض كبير لما لها من تداعيات متشعبة تعيد من التوترات داخل هذه المناطق خاصة وإنها تشهد الآن مساحة من الاستقرار الأمني بعد عمليات فرض القانون التي أتاحت للقوات المركزية مسكها وتأمينة ساكنها أعتقد واحد من المخاطر اللي ممكن أن تعود لمحافظة كاركوكية عودة البيشمرقة ومطالبة الحزب الديمقراطي بعودة البيشمرقة أعتقد هذا ممكن أيضا حتى يحدث هناك خلل أمني بصراحة لأنه اعتبار أن البيشمرقة دائما هناك صراعات مع القوات المسلحة وأيضا لا تأتمر بأمرة القهاد الحامل القوات المسلحة وتفرض التركيبة السكانية والنسج الاجتماعي في محافظة كاركوك والمناطق المتنازع عليها معاملة خاصة تحت سلطان الحكومة المركزية وليس جهات داخلية معطياتنا تدفع الأوسط القانونية للمطالبة بالاحتكام للسياقات الدستورية الخاصة بهذه المناطق وعدم إخضاعها للأهواء السياسية مصطف علوش الرابع بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام الحالي هي موازنة تصفير المشاكل مع قليم كردستان رئيس اللجنة عطوان العطوان قال أن موازنة العام الحالي ستقارب الـ 214 تريليون دينار عراقي ومضيفا أن هناك التزامات على حكومة الإقليم يجب تنفيذها لحل مشكلة الرواتف استبعد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظم وجود تعديلات كبيرة على موازنة العام الحالي الكاظم في حديث الرابع عشر إلى أن التغديل سيقتصر على تغديل بعض جدول الصرف في قانون الموازنة البنود والمواد الـ 78 مادة هذه كذلك بالإمكان تغييرها إذا صار اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب ومن المتوقع لا يكون هناك مثل هذا التغيير فالتغييرات المقدمة من الحكومة هي مبنية على أساس الحاجة الفعلية من خلال تجربة العام الماضي الذي انصرف به ما يقارب الـ 154 تريليون والإيرادات 137 من ضمنها 10 تريليون للترخيصات الجولات التراخيص لإنتاج النفط كلف إنتاج النفط لا ترتفع فلازم يدخلوها في جداول التعديلات التي من المتوقع خلال الشهر القادم تحول من الحكومة إلى مجلس النواب نحو الارتفاع مرة أخرى ونحو الهبوط المحدود تواصل بيانات وأسعار الصرف في السوق السوداء تذبذبها فيما تعجز إجراءات المركز عن مؤكبة هذا الحراك غير المسيطر عليه للدولار الأمريكية على حساب الدنار العراقية لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي فيما لم تشهد أسعار بيع وشراء الدولار في البلاد استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة عليه من خلال سلسلة إجراءات بعضها مشددة اقتصاديون يؤشرون مكامنا الخللي التي تحول دون تحسن في معالجة أزمة الدولار المصارف الأهلية وبعض الجهات التنفذة اتفقت في التاجر بشكل غير مباشر أنه يستلم بحوالته خارجيا ولكن بسعر مخالف لسعر البنك المركزي يعني بعبارة أخرى يمكن 1450 توصل 1480 والتاجر إلى الصافي فهذا شان السوق الموازي واقع الحال هو هذا هناك جهات مستفيدة من فرق السعرين وهذا مستحيل أن تكون ضحي وتطيق بسهولة المكاسب التي حققتها طيلة الفترة الماضية ويتزامن مع تذبذ بأسعار صرف الدولار تفاقم الركود الاقتصادي وهيمنته على الحركة التجارية في العراق بسبب تعثر البنك المركزي في السيطرة على قيمة الدنار أمام الدولار إلى جانب تغول بعض المتنفذين لا سيما من جهات سياسية على المصارف الأهلية والتحكم بسوق العملة الأجنبية بحسب محللين هناك اتفاقات وتعمل الحكومة العراقية في السيطرة والحد من نفوذ المصارف الأهلية التي تتبعها أو داعم من قبل قوة سياسية لكن ضل المشكلة الحقيقية والرئيسية بمسألة ارتفاع سعر الدولار هو أنه أكون نفوذ سياسي وأكون جهات خارجية داعمة لعملية عدم استقرار سعر صرف الدولار وداعمة أيضا إلى أنه يبقى السعر مرتفع ويتأرجح سعر صرف الدولار بين هيمنة الجهات الحزبية على السوق العراقية وتعثر الإجراءات الرسمية لردع المتلاعبين بالعملتين المحلية والأجنبية وهذا ما ينعكس سلبا على حياة المواطنين يقول مراقبون من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة تتجه وصلة الاستثمار في صلاح الدين صوب الشركات الأجنبية بعضا اتهمت هيئة الاستثمار في المحافظة الشركات المحلية بالإخفاق وعدم الإفاء بالتوقيطات المخصصة بالمشاريع نحو الشركات الأجنبية تتجه هيئة استثمار صلاح الدين لتهيئة السبل لاستقطاب الشركات الأجنبية في قيادة مشاريع المحافظة خلال المرحلات المقبلة يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أغلب المشاريع المنفذة من قبل الشركات المحلية حالات من التلاعب والفساد نهيك عن تسليم المشاريع بشكل لا يرتقي إلى المستوى المطلوب والتي أجبرت هيئة الاستثمار على سحب الإجازات الاستثمارية منها نأمل أن نحقق مستوى متقدم بهذا الموضوع ومن قد يكون هناك شركات أجنبية تتقدم على هذا الشيء نحن ندعم هذا الموضوع ونأمل أن تكون لدينا مشاريع كبيرة وإذا ما وصلنا إلى حل مع الشركات المتلكة راح نتخذ الإجراءات القانونية منها سحب الإجازة الاستثمارية وما شابه ذلك بالإضافة إلى تفعيل موضوع الغرامات التأخيرية ويؤشر المراقبون وجود إخفاق في إدارة ملف الإعمار في صلاح الدين سيما بعد فشل الكثير من المشاريع المنجزة كالتبليط والمجاري التي شهدت تخسفات بعد أشهر من إكمالها ما أثار ردود أفعال غالبة من الأوساط الشعبية على هذه الشركات مطالبين بتغييرها هذه الشركات فاشلة وعملها 30% نجاح و70% فشل الشركات المحلية ليست شركات رصينة ولا عالمية هذه الشركات أنا أفضل الشركات الأجنبية ليش؟ لأنها خبرة ما بيها غوش حطوا المناهن بدونش بنتو هذا شنو غلط غلط ما تبطر الدنيا المنهور شي سوي انترس ما يقوم لطع الماء من المنهور المنهور سيسوي يكسف الشارع شي سيصير كلها تسار وبحسب مختصين فإن الانفتاح على الشركات الأجنبية سيكون بوابة لتطوير العمل العمراني وتسريع وطيرة إنجاز المشاريع وستفتح البابة لاستخطاب الخبرات الأجنبية في البناء والإعمار محمد عادل ربيعي الرابعة صلاح الدين يقضي الفلسطينيون معظم أوقات في طوابير الانتظار ويضطرون للوقوف ساعات طويلة لحجز أدوار بشكل يومي للحصول على بعض المجاه الصالحة للشربة كل زاوية وفي كل ركن في قطع غزة أزمة مختلفة عن الأخرى ومعاناة يعانيها الناس هنا في هذا المكان من أمام حط تعبئة المياه الصالحة للشرب يصطف العشرات بل المئات من النازحين الفلسطينيين يأتون من مسافات طويلة بعيدة للاستفاف لتعبئة جرورات المياه والجالونات للحصول على مياه صالحة للشرب منهم من يصطف إلى ساعتين وثلاثة وأكثر منهم من يحالفه الحظ منهم لم يحالفه الحظ ولكن المعاناة ترتسم على وجوههم في ظل الواقع الصعب في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطع غزة نريد أن نجب بعض المقابلات مع الناس الذين يعانون في هذه المنطقة وكيف يعانون في الحصول على المياه يعطيك العافية حج كيف أمورك الحمد لله حج يحكي لنا أنت إيش بتعاني قديش لك وقت فان والله كل الناس بتقفانها بالساعات وعشان تاخد المياه توفرنا البيت الماي بديجي مسافات طويلة يعني عشان نظرنا من وين جاي قديش نعم ناطقة الجورة بنتهت فيش مياه عنكم هناك؟ لا لا فيش مياه حلو لا فيش ساعة بالساعتين بالثلاث ساعات عشان أنا أجاب بقلاني المياه ومعاناك كبئ كثير على المياه والغاز والصلر وكل حاجة المعاناك كثيرة في غزة والله معاناك كثير والله وكل يوم كل يوم يعني منيجي الصبح منيجي الظهر المغرب حتى في نص الليلة بنيجي نعبي يعني معاناك لكل إشي للشرب للأكل للغسيل وللعجين وكل إشي يعني كمان حتى لما نيجي نخبز حتى منتعب ومنشقى يعني كثير وبدلم حطب وكل إشي يعني معاناك كل إشي أجد أحكي لك أكتر من هيك يعني اللي صغير ولكبير بعاني أنت ليش جاب القلن هذا أنت؟ أنا بدي عب بدي راح أغسل فيش حد في عب لا فيش ابني مريض وما بيقدر وجوزي تعبان عنده مشاكل يعني شكرا عب لون الله وحشوا هذه المعاناة التي يعانيها سكان قطع غزة من ألاف القصص التي يعانوها بشكل يومي كمية الحصول على المياه الصالحة للشرب بات من المهمات الصعبة والشاقة هنا في خطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح حيث تتواجد المياه هنا بشكل قليل جدا وأيام محدودة طيلة الأسبوع لذلك يحتاج الناس إلى كميات كبيرة من المياه للطهي للشرب للغسيل ولذلك اختعونا مسافات للوصول إلى هذه النقطة التي تعتبر من النقاط القليلة التي تتواجد في المدينة للحصول على المياه الصالحة للشرب التي باتت هذه الأزمة الكبيرة والقوية في قطع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية محمد البلبيسي قناة الرابعة قطع غزة شنت أمريكا وبريطانيا سلسلة غارات استادفت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى وسؤلنا أمريكي قال إن الضربات التي استادفت المدن اليمنية تنوعت بين غرات جوية وقصف صاروخي مباشر مضيفا أن الهجمات كانت بضعم غير عملياتي من دول أخرى هذا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية بصواريخ بحرية من خليج عدن سريع في تصريح أكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على الأدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية أوشنجاز في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين ختم النشر وهذا تذكر بأهم ما جاء فيها في يوم القضاء العراقية تجديد على تطبيق القانون بعيدا عن التأثيرات ودعوات لابعاده عن الحزبية والفئوية بغياب رئيس له البرلمان يستانف جلساته حسم المرشح رهن بالتوافقات والمجالس المخلقة تستعد للالتئام ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي مقتل 21 جندي في غزة وسلسلة غارات أمريكية على اليمن ختم النشر في أمان الله اشتركوا في القناة